هذه الثلة من الداخل حولتي لمستوداء بكل شيء. رز بنجيبات شوي كاراتين منديل والاخطر مواد بلاستيكية خطيرة للغاية داخل حي سكني. شوف بولياثلين. كلها هاي مواد كيميائية يعني داخل حي سكني. شوف اشي يسون هالعمالة هو الناس اللي اجرونهم ويدرون اشي يسون ويتسترون عليهم. رئيس فريق وزارة التجارة والحملة الامنية المشتركة حياك الله وبركاته. اول مرة نطلع معكم على الرز وهو قليل عشان ما الناس يخافون. صحيح. لكن بدوا يلعبون حتى في الرز. معم يعني كان اول من الاشياء اللي ما تحصلها على على يعني شيء كليل للرز. لكن الان بعد اللي بطيه دي بدنا صراحا نكثف الجهود في الميدان. طيب هل لمستوا انه فيه رز كثير في تلاعب في السوق. لا لا تعتبر ظاهرة هي. لا ممكن هذي جزئية من بعض الظوار لكن مستقبلا لا تستبعد من العمالة المخالفة اي شيء. حقوباتهم مش شيء. الان على عمالة دي الان تم تحقيق معهم من قبل الوزارة. بعدنا حالة ما قبل قسم اختص. ومشاركة الحملة الامنية مستركة بشرط منطقة الرياض. وسوف يحول النيابة العامة حالة من المحكم الجزئي ويصر من الحكم قضائي. ان شاء الله بنشوف الرز لان. هنا كياس الرز الفارغة وهنا يتم التلاعب بالرز حاول ما اطلع الماركات لانه ما لهم علاقة الماركات الشهيرة بهذا الرز. هو ش الفكرة? الفكرة انه يجبون رز مجهول المصدر ما تارف متى تاريخه ما تارف من وين يحطونه في اه كياس خمسة واربعين كيلو اه حقه ماركات شهيرة في السوق. بقالات غالبا هي اللي يباع فيها. يعني ما يباع في الاسواق الشهيرة ولا في اماكن محترمة. لذلك دايما نقول اشتر من مكان موثوق. لا تشتري من اماكن هالصغيرة اللي تجيها هالفنات البيض اللي هم جلسين يحاربونها اساسا كلهم عمالة بين بعض ويمررون هالمنتجات. هل نوريكم لانه شلون الغش. اشتركوا في القناة